يكمل الهجوم الروسي على أوكرانيا أسبوعه الثالث ومعه تتغير خارطة الصراع بين تقدم للقوات الروسية وسيطرة على مساحات جغرافية جديدة من أوكرانيا أو تراجع لها أطراف مختلفة تحذر من امتداد المواجهات أو خروجها من الأراضي الأوكرانية وتشديد على عدم تضرر المواقع النووية والتي قد يؤدي الصدام حولها بين القوات الروسية والأوكرانية إلى كارثة في القارة الأوروبية وأزمات تتفاقم في دول الجوار الأوكرانية بعد تدفق أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ أوكراني إليها منذ اليوم الأول للهجوم الروسي بدأ الحديث عن وسطات أممية لتوصل إلى حل سلمي ومع تعثر ترتيب المواقف في مربع واحد بين أطراف النزاع بدأت العقوبات الأمريكية والأوروبية تتوالى على موسكو لتشمل في حزمها المتنوعة الرئيس فلاديمير بوتين والدائرة الضيقة من حوله وما تزال واشنطن تتوعد بأن أثار العقوبات ستصل بالنظام المالي الروسي إلى الشلل التام بينما تعلن موسكو من جهتها حزمة عقوبات على الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين في واشنطن على إقاع كل ذلك يبرز مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والذي بدأ من بيلاروسيا قبل بدء الهجوم الروسي طرحت موسكو مجموعة من الضمانات الأمنية ومع تعدل الوصول إلى اتفاق مكتوب بعد جولات مككية ولقاءات متنوعة بين مسؤولين روس وأمريكيين بدأت مسارات الاتصال بين كياف وموسكو بعد بدء الهجوم الروسي في الجلوس وجها لوجه على طاولة واحدة تارة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية وتارة أخرى على الحدود البيلاروسية البولندية قبل أن تتحول المفاوضات إلى تقنية الفيديو السؤال دائما ماذا يريد كل طرف من الآخر في الوقت الذي تدور فيه رحل معارك على أبواب المدن الأوكرانية وفي داخلها تصف الأطراف جميعا المفاوضات بالصعبة والبطيئة تقول موسكو إن هدفها من المفاوضات لم يتغير وهو ما يتضمن أن تكون أوكرانيا محايدة ومستقلة عن حلف الناتو وهذا ما يتقاطع مع رؤية الإدارة الروسية أو ما يعرف في السياسة بضمنات الدولة الوطنية الروسية الجديدة يبرز هنا أنموذج السويد أو النمسا وهذا ما ترفضه أوكرانيا كليا يشدد المفاوض الروسي على النقاش بشأن الضمنات الأمنية ويرفض التنازل عنها بحسب الإعلانات الرسمية التي تظهر من المسؤولين في موسكو بينما تردد كياذ أن أولوياتها تكمن في وقف إطلاق النار الشامل وانسحاب القوات العسكرية الروسية من المناطق التي دخلتها في أوكرانيا فيصف وزير خارجية روسيا هذا المشهد بالمعركة المستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد أمام هذا تشكك لندن في جدول محادثات كليا وتدعو إلى وقف العمليات العسكرية مهما كان الثمن بحسب الإعلان الرسمي جولات عدة من اللقاءات أفضت في بعض الأحيان حتى ساع إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في عدة مدن كبرى من ضمنها ضواحف كياذ بغية إجلاء المدنيين العالقين إلا أن تلك الهدنة المتقطعة شهدت انتهاكات عدة فيما تقادف الطرفان المسؤولية عن الخروقات مسار جديد بعيد عن الضمانات الأمنية يتم طرحه وهو ما يتعلق بالممرات الآمنة هنا تبرز ماريوبول على بحر أزوف التي وصف عمدتها الحياة فيها الآن بالبائسة بعد حصارها منذ أكثر من أسبوعين إثر التغيرات في الدنباس وسقوط خيرسون وزاباروجيا المحيطة بماريوبول مفاوضات يريد الداعمون لها أن تفضي إلى اتفاق دائم ومتين تراها موسكو خطوة سلمية لتحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي والمتمثلة في تجريد كياذ من سلاحها النوعي ووقف توسع حلف الناتو في الشرق الأوروبي فضلا عن وقف المساعي الأوكرانية للانضمام إليه أيضا ما يدفع العديد من المراقبين إلى عدم التأمل بالتوصل سريعا إلى توافق في مفاوضات تجري جلساتها في أتون حرب موسيقى موسيقى موسيقى